كلام أم كلام على قارعة الانكسار تقف الكثير من القلوب التي أصابتها فجاجة الكلمة وحلت بها نكمة الحروف فمن سامع تأذى من منطوق إلى قارئ تألم من مكتوب قد يشتكي الإنسان ألما في جسده فيسارع إلى الطبيب ليصف له دواء يخلصه من ألمه ولكن إذا تعرضت روحه للأذية فمن ذا الذي سيلحظ تلك الألم ومن سيشهد تلك الجريمة التي راح ضحيتها نشاطه أو ابتسامته أو شغفه وربما حياته لعل تلك الكلمات القاسية التي نلقيها ولا نلقي لها بالا تكون سهاما سامة تغرس في الروح وقل ما نستطيع انتزاعها حتى إن استطعنا انتزاعها يوما فإن آثارها لا شك ستبقى ماثلة في النفس فكيف إذا كانت هذه السهام موجهة لأقرب الناس إلينا كالابن أو الزوجة أو الأخ نبدأ الآن مع الأهل لأبنائهم لا شك أن الوالدين يحرصان على أن يكون الأبناء في أفضل مستوى من التحصيل الدراسي أو المكانة الاجتماعية ومن هذا المنطلق قد يتسرعان في توجيه كلمات اللوم والزجر عند أي تقصير من الإبن من دون أن يدرك عاقبة الكلمات المعدودة التي ستحفر عميقا في وجدانه وسيكون لها أثر بالغ في حاضره ومستقبله فقد بيّنت بعض الأبحاث أن العنف اللفظية والبيئة العدوانية يحدثان أضرارا دائمة تبقى مدى الحياة كجروح وندوب في الدماغ لذلك ستكون النتيجة عكس ما يريده الأهل فالتقصير الدراسي مثلا قد يزداد بفعل التعنيف اللفظي وهذا ما أكدته دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للطب النفسي بيّنت أن دماغ أولئك الذين عانوا من العنف اللفظي يحتوي على نسبة أقل من المادة الرمادية التي لها علاقة وطيدة بمستوى الذكاء والقدرة على التحليل والتفكير والإبتاع فالتأديب يكون بتوجيه النقد للسلوك الخاطئ وليس للمخطئ نفسه ويكون بعيدا عن الغضب والصراخ والنعتي بصفات غير أخلاقية فهذا الذي لن يجدي نفعا فالطفل الذي ينظر لنفسه من منظار والديه وهما يشبعانه عبارات مثل أنت غبي أنت لا تفهم أنت لا تصلح لشيء ستهدم شخصيته وسيفقد ثقته بنفسه نأتي الآن إلى الزوجين بين الزوجين خلق الله مودة ورحمة فهي الفطرة الربانية التي يصلح بها حالهما فحين يحيد أحدهما عن هذه الفطرة ويعامل شريكه بغير ذلك من كلام جارح أو شتائم مذلة أنت غير متعلمة تربيتك فاشلة أو وجهك غير جميل إلى آخره أو نظرات ازدراء ويزداد الأمر سوءا حين توجه تلك الكلمات في حضور الآخرين وربما رافقتها تلك النظرات التي لا تقل سمية عنها فإن حياتهما ستنقلب جحيمة وسينعكس ذلك على الأبناء وسينتهي بهم المطاف إلى زواج فارغ من مشاعر المحبة والسكينة وبيت أشبه ببيت العنكبوت وما بداية ذلك كله إلا كلمات غير مسؤولة اخترقت جدار القلب واستقرت فيه فباتت تقض مضجع من تلقاها ليل نهار أما من أتقن استعمال الكلمة في الخير والحب فذلك الذي سيسعد ويسعد لأنه قال الجميل فكان جزاؤه الأجمل نذهب الآن إلى مواقع التواصل تحتل اليوم مواقع التواصل الاجتماعي حيزا كبيرا في حياتنا جميعا وربما تكلم بعضنا من خلال هذه المواقع مع الآخرين أكثر مما يتكلم في واقعه الحقيقي وهذا الكلام يكون مع من يعرف أو من لا يعرف ولكون هذه الكلمات مكتوبة فهذا لا يعني بمجال من الأحوال أن أثرها السلبية أقل قسوة منها إذا كانت منطوقة فكمية الاستهزاء والتنمر التي نراها في التعليقات على حدث ما تعكس مدى استخفاف بعض الناس بمشاعر الآخرين فهم قد يتسببون بجرائم نفسية كبيرة قد تدفع من يتعرض لها لمحاولة الانتحار أو الدخول في اكتئاب شديد على أقل تقدير أضف إلى ذلك ما تتركه من كراهية مجتمعية وانحلال أخلاقي وربما كان من يطلق هذه التعليقات لا يعي خطورتها الحقيقية وقد نبه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خطورة الكلمة حين قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم فلنتقي ولننتقي الكلمات لنرتقي فما هي إلا انعكاس لقلوبنا وعقولنا وتربيتنا ولتكن دررا لا تتناثر لحمما تحرق أو تقتل والسلام